والحديث عن الانتخابات الرئاسية في إيران والتي انطلقت صباح اليوم ومدى قدرتها على التغيير في البلاد وسط الأزمات السياسية والاقتصادية معنا من باريس الكاتب والسياسي الإيراني السيد مهدي عقبائي مرحبا بك معنا سيد مهدي مرحبا بكم ومرحبا بإخوتنا الجرام في العراق أشقائنا في العراق حياكم الله كيف تصفون المشهد الانتخابي اليوم مع العلم أن هناك أحداث كثيرة سبقت إجراء هذا المشهد وهناك تعليقات أيضا من رؤساء سابقين باتجاه ما يحدث والله ماذا نقول عن هذا الموضوع كانت انتخابات في إيران مهزلة بمعنى الكلمة مقاتلة شاملة كانت من قبل شعب الإيراني وكان يتحدث الناس اليوم وخلال أيام الماضية علنا عن مقاتأة الانتخابات بحيث حتى بعد أجنهة النظام نفسهم وعناصر من داخل النظام رفضوا مشاركة في هذه المهزلة وأعلنوا مقاتأتهم لهذا الانتخابات ومسرحية واليوم أثبت مدى ضخم وشعبية المقاتأة على أرض الواقع بناء على تقارير تقريبا 710 من مراسل قناة الحرية قناة المقاومة الإيرانية من 320 تقريبا مدينة ونقلا عن أكثر من 2000 مقاتأ فيديو حتى مساء اليوم كانت في الألاف من مراكز الاقتضاء اقتراء عدد قليل من الناخبين بثلثة بعد المراكز للعرض للصحفیين في تهران ومراكز في مدن الأخرى تم ترتبها من قبل النظام طبعا هندسها النظام لقرز أرضها على مراسلين الأجانب اللي يزورون إيران إذن اليوم كان فشل زريء لخامنئي وهندساته لهذه الانتخابات بماذا يمكن تفسير ذلك سيد مهدي عذرا للمقاطعة الدعوة للمشاركة الواسعة من الرئيس الإيراني السابق ومن المرشد وفي نفس الوقت مقاطعة أحمد نجاد على سبيل المثال للتصويت ماذا يعني؟ والله معنى كثير لهذا المواقف و تصريحات طبعا السيد مريم رجوی وصفت للمقاطعة الانتخابات الشاملة لمهزلة هذه بأنها ضربة كبيرة سياسيا و اجتماعيا على خامنئي و استبداد الديني وتستحق تهنة تاريخية لشعب الإيراني في الحقيقة علينا أن نقول بأن أيام الماضية تتساعد أصوات ذعر من مقاطعة على مستوى البلد من جميع مفاصل النظام من الإزاءة والتلفزيون إلى وسائل الإعلام الهكومية ومن منابر خطب الجمعة مثل ما يقولون يدعون من قادة النظام إلى سلاتات الهكومية الكل منزعج من مقاطعة الوطنية لهذه المهزلة الفضيحة و تدائياتها و يلتمسون للمشاركة للناس في هذه المسرحية والمشكل الخطر التي يواجهها خامنئي اليوم و في هذه الانتخابات بالذات لا تكمنه في عدم مشاركة الناخبين لأن هذا الموضوع منتهي منه بل أن المشكلة الخامنئي هي عزوف أطباء ولاية الفقه عن المشاركة في الانتخابات أولئك الذين تم إقساء رموزهم من الانتخابات هذه هي مشكلة اليوم تمام سيد مهدي طيب في ناحية الأخرى هناك توجه على ما يبدو لإيصال رئيس من المحافظين للحكم و للرئاسة ماذا يعكس هذا؟ هل يعكس نية النظام الإيراني بأنه سيتمدد في مشاريع الهيمنة على المنطقة أو كيف يمكن أن نفهمه؟ والله هذا يدل على عقد ذلك بأن إبراهيم رئيسي في منصب رأسة الجمهورية خامنئي يريد يمل فراق قاسم سليماني في استراجيته الإقليمية في المنطقة لأن مشروع القام في داخل إيران ومشروع توسع الطائف الأدواني في المنطقة هما وجهان لأملة واحدة إذن في هذا الاتجاه خامنئي يريد أن يوسئ سياساته التوسعية وتدخلاته في المنطقة أكثر من زي قبل كما يريد القام والإضهاد أكثر لشعب الإيراني بالإعدامات لأن رئيسي معروف هذه الإجابة المهمة سيد مهدي وأذكر من ذكره موقع فيس الأمريكي الذي قال بأن وصول رئيس إيراني متشدد يعني تسليم العراق لإيران وتمددها في بقية المنطقة نعم قرار الخامنئي ولي الفقي في إخصاء جميع أجنهاته الداخلية واختيار إبراهيم رئيسي قبل أي اعتبار آخر هو ناتج من حالة المجتمع المتفجرة واستحالة إيجاد الهلول العزمات المستأسية الداخلية ودولية لكن تماما مثل ما تشكل الانتفاضات المتفاقمة العارمة التي ستبدد مخططات خامنئي في الداخل فإن انتفاضات أبناء شعب العراقي والسوري واللبناني ويمني سوف تقف وقف تحدي كبرى لمخططات النظام الإقليمية علينا أن نقول مرحلة الأخيرة لهذا النظام قد بدأت وأجراسها قد قرأت اليوم في إيران بمقاطعة شعبية واسعة النتاق غير مسبوك نعم أشكرك جزيلا كنت معنا من باريس عبر سكايب الكاتب والسياسي الإيراني مهدي عقبائي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر